اشتركوا في القناة وتولى باكستر مهم التدريب كايزر تشيفز في ظروف ممثلة لطريق التعاقد الأهلي مع بيتسو موسماني في الموسم الماضي فجي قبل مواجهتي الدور نصف النهائي لبطول الدوري أبطال أفريقيا أمام الوداد المغربي وتمكن موسماني من التفوق على الوداد وقيادة المارد الأحمر للمبارة النهائية أمام منافسه التقليدي الزمالك وقرر باكستر نفس الإنجاز بعدما تفوق على الفريق المغربي في نفس الدور وقاد باكستر فريق كايزر تشيفز من المدرجات وبيتوقع أنه هيدير مباراة النهائي بنفس الشكل بسبب عدم حصوله على رخصة قيادة الفريق وبيعد ستيورت باكستر من المدربين المعروفين في الكرة الإفريقية بعدما استطاع قيادة منتخب جنوب أفريقيا في بطولة كاس الأمم 2019 وأقصى الفرعنة من دور الستاشر لكنه ترك المهمة بسبب المعاناة من مرض السرطان وسبق لصحب الستة وستين عام قيادة كايزر تشيفز في الفترة من 2012 والحد 2015 وحق العديد من الإنجازات بيأتي في مقدمتها التتويج ببطولة الدوري الجنوب أفريقي في مناسبته يعني ما زلنا مستمرين مع حضراتكم أكيد جامهيري الأهلي منتظر بشغف نهائي الأفريقي وتحقيق البطولة العشرة طبعا ده من خلال البطولة والمباراة القادمة لكن حتى هذه المباراة فيه طبعا مباراة الدوري المصري للنادي الأهلي أهمها يوم الخميس القادم مباراته أمام بيرامد سبعا المنافس القوي ودائما المليء بالنجوم في هذا الفريق بالتالي هتكون مباراة قوية ومباراة صعبة وإعداد أعتقد أنه هيبقى قوي للنادي الأهلي لهذه المباراة النهائية في دوري الأبطال خانيا يرحب واحد من نجوم الأهلي السابقين والنجوم الأهلي الكبار والشخصيات المحترمة اللي ممكن تعبيرها في مجال كرة القدم كابتن هاني العقبي نجم النادي الأهلي السابق وفي نفس التوقيت هو المدير الفني لفريق نادي الترسانة تحياتي ليك كابتن هاني نوعور حبيب يا كابتن محمد تحياتي ليك ودائما موفق كده ودائما مطالق خانيا قبل ما نروح نتكلم على الأهلي ونتكلم على الماتشات في الدوري المصري وبالأخص الماتش اللي جاي بالنادي أهلي أمام البيرامدز نكلمك على الترسانة شوية والموقف الحالي الترسانة وإنت قلت لي حاجة غريبة أنا قلت لغاية وقت قريب متابع القسم الثاني ممكن الأسبوعين اللي فاتوا بس لأ بورتو بعد عن المنافسة وإنت هتكون سبب من الأسباب في صعود الفرق اللي ممكن تسعر للدوري الممتاز طيب قبل بس مكامة على الترسانة عايز أقولي أن أنا السنة دي كنت مع فريق الاتصالات المصارات 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 الفاتت حققنا إنجاز كبير جدا الحمد لله لعيبنا أكتر من 45 مباراة بدون هزيمة في القسم الثالث وصعدنا قبل انتهاء المصارات يمكن بحوالي 7 أسابيع وبعد كده تعرض علي موضوع فريق الترسانة استعزنت من مسؤولين لمصارات الترسانة أن أنا أكمل معهم الخمس مباراة اللي فاضلين في الدوري لأنه خلاص الريدي كنا صعدنا وكان موضوع كان منتهي يعني وفعلا الناس وفقت وروحت مسكة الفريق الترسانة آخر خمس مباراة يمكن كان الوضع بالنسبة لهم كان صعب جدا مش الكابتن علاء نوح كان عامل فرقة محترمة لكن كان فيها مشاكل كتير وكان في حاجات كده صعوبات كانت بتواجه الفرقة بشكل كبير جدا 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 كملت معهم يمكن كنا بعيدنا عن المنافسة بشكل يعني بعيد شوية الحمد لله يمكن نتاج مش مساعدنا لكن أداء جوه الملعب والتغيير اللي حصل للفرقة مخلي الناس أنه هم عايزين يكملوا معنا السنة الجاية ان شاء الله بإذن الله إن الجاية مبشر ممكن بالسنة جاية بالضبط يعني يمكن في الأربع متشاة احنا كسبنا مباراة بورتو اتغلبنا ثلاث مباراة لكن الثلاث مباراة اللي احنا اتغلبناهم وصلنا بفرص انت لو شفتها هتتخض هبقى بعتها لك تتفرج على الكورة اللي بتضيع جوه الجول حاجة تحرق دم مدير الفاني يعني حاجة صعبة جدا خصوصا انت ما كنتش بتوصل شوية بكل العدد الفرص دي كلها لكن سعب بقول ان الكورة محتاجة توفيق في نفس الوقت محتاجة حاجات كتير بره الملعب علشان تبقى جوه الملعب كويس دايما بقول نجاح في رئيس الكورة 70% منها بره الملعب 30% بيقى جوه الملعب تحتاج حاجات كتير ومقاومات كتير ونظام والتزام وانضباط علشان خاطر ده تشوفوا جوه الملعب سنتم كامل كاتل مع الترسل ها ان شاء الله بإذن الله تاني المتفقين يعني مع مجلس دارة النادي على التكملة ان شاء الله بإذن الله سنين المباراة يوم الجمعة تخلص اللي انا حدد فيها مين اللي هيصعد انا عندي مباراة مع كوكاكولا في ملعبي لو انا كسبت كوكاكولا المنافس اللي المباشر الداخلية داخلية حيلعب مباراة في ملعبه لو كسبها الداخلية تصعد لو كوكاكولا كسبني هو اللي هيصعد في حالة التعادل حيرجعوا بقى للمجاهات المباشرة وممكن يبقى فيها كلام داخلية هي تبقى الاقرب يعني نتمنى كتوفيقات الهانية طبعا في الترسنة ويعني اكيد يعني كتوفيقات الهانية ممكن ان اتمرنت معاه كان هو مدرب وانا كنت بلعفة بترجيت من المدربين اللي يعني مركز جدا وعارف هو بيعمل ايه والشكل الفني والترتيب والتنظيم يعني جيل يعني بذلك نقول من المدربين الجداد ان شاء الله هو مش يعني احنا بنتكلم للأسف الشديد ان احنا للأجيال الجديدة بتبقى مثلا لازل تبقى معدلها الخمسين ولا الاربعين لكتاني لا كايمة هتغاني لا مفاشر مدرب حديث لا كتاني طبعا نتمنى له التوفيق ان شاء الله خليطلع الفاصل وهرجع مع كابتن هاني العقبي هنتكلم على الاهلي نتكلم على فرصه في المطش النهائي امام كايزر تشيفز نتكلم طبعا على المباريات الخاصة به في دوري الممتاز وصعوبتها لانه نتكلم على مباريات صعب نادي الاهلي سواء الاسموحة المقصة فرق من الفرق التقيلة اللي ممكن نعب النادي الاهلي قبل المباراة مهمة زي مباراة نهائي دوري هطلع الفاصل مع كتن هاني العقبي مكملين موسيقى 48 ساعة بتفصلنا عن مباراة قمة بينتظرها عشاء الساحرة المستديرة واللي هتجمع بين فريق الاهلي وبرامدز فمباراة لها حسابات خاصة للناديين واللي بتأتي ضمن منافسات بطولة الدوري العام هيدخل النادي الاهلي اللقاء منتشي بعد الإطاحة بالترجي التونسي من نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وتأهلوا لانهائي البطولة الإفريقية واللي بيسعى لاختناص النجمة العشرة وبينوي موسماني في إجراء تعديلات على تشكيل المارد الأحمر وبياتي في مقدمتها إعادة كهرباء للفريق في مباراة بيرامدز المرتقبة بعد ما ظهر اللاعب بشكل جيد في الفترات الأليلة اللي شارك فيها وأصبحت فرص محمد هاني في الظهور بتشكيل الآلي أمام بيرامدز منعدمة بعد التحذيرات الطبية من مشاركته بسبب إصابة العضلة الأمامية وده بيشكل ورطة للجهاز الفني للنادي الآلي قبل لقاء بيرامدز لعدم توفر البداء الأمام باستثناء أكرم توفيق اللي اشتكى من إجهاد عام بالإضافة لتعرضه لبعض الكدمات القوية في القدم بعد مشاركته أساسي في مبارتها الترجي التونسي بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا وبتتمثل بداء الهاني في تشكيل الأهلي في ثلاث لاعبين على رأسهم أكرم توفيق اللي أثبت جدرته خلال مشاركاته الأخيرة بمركز الظاهير الأيمن إلا أن إجهاد اللاعب وتعرضه لعدد من الكدمات بتؤرق موسماني خوفاً من تأثر أداء اللاعب خلال مباراة الأهلي وبيرامدز وبيأتي أحمد رمضان بيكهم بالمرتبة التانية في قائمة بداء المحمد هاني وأخيراً بيأتي حسين الشحات كثالة البدائل على الجانب الآخر يدخل نادي بيرامدز اللقاء وهو منكسر بعد الخروج من بطولة الكنفدرالية أمام الرجاء المغربي بركلة الترجيح بجانب نتائجه السيئة للغاية في بطولة الدوري خلال المباريات الماضية وكان بيرامدز أعلن إقالة الأرجنتيني أروى بارينا بسبب نتائج السيئة للفريق والتعاقد مع اليوناني تاكيس جونياس وهتكون مباراة الأهلي هي الأولى لي مع الفريق السماوي طيب مكاملين مع حضراتكم خليني بس قبل ما أكمل مع كابتن هاني كلامنا عن النادي الأهلي والمحطات القادمة بالنسبة له قبل ملاقات كارزة تشيفز في نهاية دور الأبطال عندي خبر خاص بنفي الكابتن حسين لبيب رئيس اللجنة التي تدير نادي الزماك في توقيت الحالي لخبر الخاص بإيقاف أوباما أو مجلس الإدارة أنه أخد قرار بإيقاف أوباما بعد ما أخد الإنذار التالت والكابتن حسين قال أنه لا يتخطى الجهاز الفني في هذه النقطة وبالتالي نفي وقف أوباما من قبل مجلس الإدارة ده يمكن خبر كنت حابب أقوله لكن أنا ممكن قلت الخبر الخاص به أن أوباما كان لحد كبير متعمد أنه ياخد الإنذار التالت بناء على أنه يمكن عنده في ثالث يوم أو ثاني يوم المباراة عنده فرحه وبالتالي طبعا نقطة مهمة جدا أنه الراجل عايز يبقى فاضي عشان يجهز للفرح بشكل مميز كابتن هاني خليني أرجع لحضرتك تتعك ليه؟ ما هو بيحصل كده خلي بقى كابتن بيحصل بالاتفاق 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 مع الجهاز الفني وممكن لو هو مثلا واخد إنذارين خل الإنذار التالت علشان خاطر أنت كده كده مش تبقى موجود المباراة الجهة كمان لو كان ماتش كمان ممكن مش مهم لكن غز المحل هو كسب الزمالك وكسب الآخر يعني هو استنادل على فرق العشرين نقطة اللي بينه وبين الأهلين إن الموضوع ممكن يبقى قريب شوية لكن أنا بقى شوف دايماً الحاجات دي المفروض تبقى بالاتفاق بين اللعيب وبين مش من اللعيب من نفسه كده مش من اللعيب من نفسه لا لازم يبقى بالاتفاق ولازم الناس تبقى عارفة لظروف إيه ولازم يبقى في بديل موجود لل طيب إت لو فرحك تاني من ماتش كابت تعمل إيه؟ إحنا في لعيب تحرص تتجوز تنعيب آه في لعيب والله يعني اتجوز النهاردة ولعبناها ماتش تاني يوم من غير ما حد يعرف في النادي كله كنت مش كنا مع بعض في حرص الحدود مش كنا مع بعض في حرص الحدود كنت موجود في فرحي أنا تاني يوم نزلت للتنميلي للصبح ساعة كانت واحدة الدور ايه أنا عملنا لك الزف ايه فاكرة اما بقى ايه فأنت بتتكلم إن فيه لعيبة بتاع بيبقى كده وطب إيه وما فيهاش مشكلة على فكرة بس لازم يبقى بالاتفاق أنا عندي وجهة نظريا طيب خلينا نتكلم على الأهل كابتن طيب هبتدي بموسماني الأول يعني لو أنت حابب تتكلم على موسماني في نقطة الشكل الفني هل اختلف مننا بنتكلم على نصف نهائي الموسم الماضي كابتن مع الوداد وأنه يكسب بره وجوه الموسم ده أنه يكسب الترجي برضه في دوري أبطال في تونس وفي القاهرة ايه اللي اختلف في النادي الأهلي مع موسماني في الفترة اللي فاتت حتى الآن بص محمد أنا عايز أقف عند التصريح هو لسه أقيله مبارح التصريح ده مهم جدا 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 وهستند عليه في اللي أنا هقوله يعني موسماني قالك ادوني الوقت أنا لسه بقى لي 8 شهور بس مع الفرقة والأداء هيتحسن والمتعة هتيجي والأداء هيبقى أفضل بكتير جدا 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 أنت متخيل مدرب عمل كل الإنجازات دي في 8 شهور وبيقولك أنا لسه محتاج وقت بعد 8 شهور أنت في مصر بتحكم على المدرب بعد 8 ساعات بعد 8 أيام بعد ماتش بعد ماتش أنت متخيل أن المدرب بيتكلم على النادي الأهلي بيقولك واخد كل البطولات دي بيقولك ادوني الوقت ومع الوقت هتشوفه أداء النادي الأهلي والمتعة واللعب والباص والتمريرات أن بعد 8 شهور بيقولك كلام ده ده مدرب يعني ممكن في الأول بننتقد طريقة اللعب وما كانتش عجبانة وده مش أسلوب النادي الأهلي ومش دي طريقة النادي الأهلي وإحنا ما بنلعبش كده ده طبيعي أن انت لازم تنتقد فنيا باللي انت شايفه لكن في الآخر بيبقى عامل مهم جدا 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 انت كمدير فني شايف لعبتك ازاي انت كمدير فني محل الإمكانيات لعبتك ازاي وفاهم قدرات لعبتك ازاي لو انت مش فاهم قدرات لعبتك ولعبتك بطريقة مختلفة حتفشل لو انت لعبتك بطريقة أقل حتفشل على فكرة هو راهن على طريقة اللعبة دي وراهن على الإسلوب ده وعلى النظام اللي هو حبته اللي في الماتش اللي فيه عدم الاستحواز والرجوع لنص الملعب كلنا كنا بننتقده أنا أول هون كنت بقول دي ما تنسبش النادي الأهلي دي بتتعب النادي الأهلي لكن في الآخر تعال اتفرج على النتائج هو صح مليون في المية لأن في الآخر انت زي ما بقول دايما طريقة اللعبة مثلا خمسة ثلاثة اثنين اربعة ثلاثة هي في الآخر هم 11 انت بتوظفهم ازاي وتحركتهم ازاي جوه الملعب كل واحد عارف مهامه ولا مش عارف مهامه فالقصة مش في الارقام القصة في جوه الملعب انت بتنفذ ايه هو أثبت الكلام ده ان انت ممكن تبقى طريقة الأداء مش عاجبك الاسلوب مش عاجبك خطة اللعب مش عاجبك اللي هي لا ما بنعبش ضاغت احنا بنلعب زون احنا بنستنى احنا ممكن نسيب الاستحواز للفرقة لكن في الآخر انت بتوصل للتارج بتاعك ولا لا انت بتحقق الهدف بتاعك ولا لا بيحققوا بشكل قوي جدا بقى واضح ان فيه انسجام وواضح ان فيه الضغوط اتشارت من عليه شوية مريح في المباراة الجاية 3-4 لعيبة زي ما بدأ يفكر زي ما كمان والجزيب يفكر والماتش يشغال كويس الماتش خلص ابدأ اريح لعيبة للماتش اللي جاي علشان ابدأ افكر فيه ابدأ اغير طريقة اللعب بدأ واضح ان هو بقى فيه نوع من الهدوش طب انت شاف كابتن هاني تالت ملامح لتغيير شكل الخططي للنادي الالف فكرة 4-2-3-1 دلوقتي يشغال 4-3-3-3 او 4-3-2-1 اخلي بالك النادي اهلي بقى له فترة طويلة كم سنة ده جاي 3 مدربين او كذا مدرب 4-2-3-1 دلوقتي في اخر ماتشين ابتدأ يشتغل على 4-3-2-1 امكانيات لعيب تكالي بتحددلك طريقة اللعب لكن في الاخر في طريقة لعب انت بتفضلها كمدرب انت بتشوفها كويس انا بالنسبة لي ابتدأ بالشكل الطبيعي 4-3-2-1 اصابة افشة ممكن تكون هي اللي غيرت له شوية وده التميز ان انت مفيش مفيش سابت مفيش حاجة سابتة في الكرة تقدر تغير طريقة اللعب زي ما انت عايز وده اللي احنا بدأنا نشوفه ان انت اصلا انت بتتكلم مع اللعيبة محترفة ولاعيبة مستوعبة لو هتغير طريقة اللعبة 4-3-2-1 هيبقوا اللعيبة كلها في الملعب كله هتعرف دوره لو هتلعب 4-2-3-1 برضو اللعيبة محترفة ولاعيبة كبيرة كله هيبقى عارف دوره لكن هي القصة مش بتغير اللعبة القصة في مهام اللعيبة جوه الملعب لان اربعة زي ما لعب كده 4-3-2-1 لها مهام ان انت نص الملعب كان حمدي هو اللي بيبقى لبرو لنص الملعب وساعات كان بيرجع يمسك لو فيه زيادة في الدفاع فهو المهام هي اللي بتتغير وليس الشكل بتاع اللعيبة طب ليه كان اللعابة برامي وبعد كده حمدي فتح بالرغم ان كان حمدي فتح موجود بروجة نظرك مسلا كنت هنا ساعات الماتشات التقيلة بتبقى محتاجة اللي رجله في الملعب ممكن يكون رامي نسبة المشاركة اقل شوية فانت مش عايز تجازف برامي فتلاعي بحمدي اللي هو اولا هيعملك الاثنين هيعملك الدفاع بشكل كويس الزيادة في نص الملعب وفي نفس الوقت هيعملك الزيادة كمان بشكل كويس فدي بتبقى ساعات ايه انت بتقارم بين اتنين وفي الاخر بتختار اللي هو رجله في الملعب فاهم الاول المستوى متقارب لكن في الاخر خلي بالك برضو انت بتلعب علشان هناك انت عايز تستحوز وعايز ان انت تبقى الافضل وفي نفس الوقت مش عايز تتغلب فالموضوع بيبقى مختلف طيب انا عايز اسألك بقى وكما دير فاني ويعني من الناس اللي يعني انا بحب جدا مخاف وكورة هل دايما عدا موجود افشى هيسبب لك مشكلة هو نجح في طريق اللعب دي هيسبب لك مشكلة لو انت بتلعب اربعة اثنين ثلاثة واحد افشى الفترة اللي فاتت خلينا نبقى مقتنعين ان هم من افضل اللعيبة اللي موجودة في الناد الاهلي وفي مصر عموما عدا موجوده لا يخليك تغير طريق اللعب بسبب وتنجح بكم في المية لو انت غيرتها كفريق بص هي ما بتتحسبش كده يا بتتحسب اللعيبة اللي موجودة حالتها ايه في الملعب كويس فايقين مش فايقين مركزين فيه اجهاد مفيش اجهاد عشان كده حتى انا يعني من ضمن الحاجات اللي احنا بنتكلمنا بنتكلم فيها اربع مباريات قبل ما طش نهائي كتير الوقت الوقت قليل ضغطة ضغط طب ليه وانت في الاخر انت تلعب مباراة واحدة فليه تلعب اربع مباريات يوم واحد يوم تلاتة يوم تمانية يوم حداشر وبعد كده تروح تلعب النهائي يوم ستاشر او سبعتاشر سبعتاشر ليه ايه الحكمة في كده يعني يعني ايه المشكلة ان احنا نشيل ماتش وندي فرصة لنادي الاهلي ان هو يلايح لعيبته ان هو يستعيدي بشكل كويس زي ما حصل في مرات الترجل كلنا شفنا والناس كانت بتلوم ان هو فيه ست ايام اجازة بالعكس انا كنت شايفها مفيدة جدا قبل المباراة انا قلت كان دا قبل المباراة مش بعد المباراة وفعلا شفنا ان كانت مفيدة جدا وان كان وافع رجليه بشكل كويس وما كانش فيه جهاد وما كانش فيه مشكلة ايه ايه يعني مش فكرة مش فكرة اربع مباراة وكمان قوة الفرق طبعا اي مباراة قوية انت لما تلعب اي مباراة خلي بالك برضو يا كده محمد انت لعبت في النادي الاهلي ولعبت بره النادي الاهلي وعارف الاستعداد وانت في النادي الاهلي لأي مباراة بيبقى الضغوط عليك عاملة ازاي وفي نفس الوقت عارف اي فرقة بتلعب النادي الاهلي بتستعد ازاي بتستعد ازاي زي ما بنقول كده اللي بيبقى زعلان مع والدته بيروح يصالحها اللي زعلان مع مرادته يعني فهم فالاستعداد بيبقى مختلف فده كل ده بيبقى ضغط على لعيبة النادي الأهلي فأنا مش شايف إن من المنطق يعني أو من العقل إن احنا نلاعب النادي الأهلي أربع مبارات ممكن يبقى فيها صبات ممكن يبقى فيها إجهد ممكن يبقى فيها لقدر الله تسوق مستوى تخش تلعب مبارانة حقيقة بشكل مش كويس وممكن بطولة ضيع منك ورغم إن هي قريبة وأنا مش حابيب قوي الإحساس ده كمان إنه يوصل للعيبة ولا يوصل للجهاز ولا يوصل للناس لأن في الآخر هذه مبارات كرة قدر ما تقدرش تحدد مين يكسب ومين يخسر غير جوال مالحة طيب هكلامك على ماتش بيراميد يا كابتن وتغيير المدير الفني لنادي بيراميد يعني وعدد النجوم اللي متواجدين في الفريق وتجهيز النادي الأهلي لهذه المبارات هل هيبقى مختلف عن السنين اللي فاتت؟ بيراميد خليني أقول يعني مجرد نصيحة وجهة نظر أولا تغيير متأخر جدا كلنا يعني كبيرين كابتن لغاية يعني وضوح الرؤية في الكونفدرالي ما فيش حاجة يسمعها كده كان عندك وقت كبير إن انت قدر تغير خصوصا إن في حالة من عدم الاقتناع شوية بالمدرب وتغييراته وتشكيلاته وطريقة اللعب اللي هو بيلعب بيها من اللعيبة قبل الناس الفنيين أو الجهاز فكت شايف إن كان التغيير كان مفروض يبقى قبل شوية ولكن في الآخر ده قرارهم هم هم المسؤولين عنه لكن طبعا تغيير مدرب قبل مباراة بيومين أو بالما أصلا هيحفظ لسه أسماء اللعيبة ممكن يكون عدة عدة المباراة بيومين ثلاثة كابتن صحيح وبما فيها الإدارة وبما فيها الجهاز الفني بص أنا دايما مقتنق إن النجاح منظومة وبرضو الفشل منظومة النجاح منظومة تعال بص على النادي الأهلي حتلاقي إدارة حتلاقي جهاز فني حتلاقي لعيبة وكله ماشي في نفس الهدف وفي نفس الصيق لو فيه فشل في أي مكان تاني بص على الإدارة بص على اللعيبة بص على الجهاز الفني ممكن تلاقي كل واحد ماشي في اتجاه وماشي في سكة مختلفة النجاح ليه أسباب والفشل لي أزلها لازم نبقى مقتنعين مفيش حاجة اسمها حظ مفيش حاجة اسمها بخت مفيش حاجة اسمها أصل لو لا الكلام ده مش في الكورة في ماتش زي الآل يعني ممكن يكون في وضع مختلف بالنسبة البيرامدز مع المدير فني التاكد جونياس ممكن مباراة كبيرة عايز تسترد بها ثقتك عايز تباين للناس أن انت خروجك من كونفدرالية كان يعني سوق حظ يعني زي ما بنقول ضربات الترجيح لكن في نفس الوقت الأفضل استعدادا والأفضل تركيزا ومعنويا وبدنيا وفنيا هو النادي الأهلي طبعا لكن مباراة صعبة طبعا محدش يقدر يقول أنها مباراة محسومة للنادي الأهلي لا طبعا هل بالصعابة حتى الحافز الموجود عند بعض العابين في نادي البيرامدز لتقديم أفضل عرض دايما قدام النادي الأهلي أنا بكلمك على أربع العيبة يعني بجد عشان بس أنا واضحيا رمضان وأحمد فتحي وشريف وعبد الله السعيد دا من النادي الأهلي بيبقوا طبعا عندهم الحافز القاوي دايما دا واضح طبيعي خلينا نبقى مقتنعين أن حالة من عدم الرضا من جمهور النادي الأهلي على الأربع العيبة دول بالذات يعني يمكن أقلهم فتحي شوية لكن في حالة من عدم الرضا طبعا في حالة من السخرية الشديدة اللي بتوجه ليهم بعد خروجهم من كونفدرالية وبعد أي إخفاق حتى لو تعادل خلينا نبقى مقتنعين أن في الآخر أن دي أجواء لازم الناس كلها تعيشها يعني سواء في مصر أو بره مصر لما العيب كبير بينتقل من يعني من ريال مدريد لبرشلونة بيحصل نفس القصة لما العيب بينتقل من برشلونة مثلا يعني برابنو كان معشوق الناس لكن لما راح ريال مدريد شفت الناس كانت تقابلوا إزاي وكانت فده طبيعي في كل حتة ما فيهوش مشكلة أدام ما فيهوش تجاوز لكن طبعا ده بيحطوهم تحت ضغط وبيحطوهم تحت يعني ضغط نفسي قوي جدا أن أنت عايز تثبت أن أنت لعيب كويس وعايز تثبت أن أنت كان قرارك صح ودي أنا يعني يعني شايف أن فيه نوع من التركيز بصراحة من جميع نال الأهلي مع الأربع لعيبة بالذات وفي نفس الوقت شايف أن اللعيبة لازم تتعود على كده وانا قلت طبعا أسألك وسؤالك كابتن وانت في الحرس كنت تستنى مباراة الأهلي أكيد هم ممكن يستنوا المباراة دي عشان برضو يرد في وقت ما قد بشكل مع بمستوهم أصل أنت عايز تثبت لنفسك لأن انت خلاص انت خدت القرار وروحت أو أن انت متواجد لقت في المكان أنت عايز تثبت أن انت لقيت كويس وعايز تثبت أن انت صفقة كويسة مش صفقة يعني زي ما الناس عمالها بتتكلم عليها أن هي ما ضفتش بالعكس ده هي قللت يعني الكلام اللي بتقال طبعا على السوشال ميديا كلنا متابعينه فطبيعي جدا أن انت عايز تثبت أن انت لقيت كويس وعايز تثبت أن انت صفقة كويسة وأن انت فت النادي بشكل كبير خصوصا مع برضو الأموال الكبيرة جدا اللي اتدفعت في الأربع لعبين فأنت عايز تثبت أن انت لقيت كويس ده طبيعي عندي فقرة سور كابتن يعني أنا بشوف أن هي فقرة مهمة جدا يعني عشان وقتي بينتهي مع حضرتك فنبتديها وأنا بقولك لو تحاول لو أنت عايز توجه رسالة أو تعلق على الموقف معين بالنسبة ليه الصورة التي تظهر قدام حضرتك نبتدي بأول صورة وهو يكون طبعا حد أنت كنت عايز تتكلم عليه مستر مرسمانيو كلمنا عنه يعني لو عايز توجه والله مفاجأة بالنسبة لي مفاجأة يعني ما كنتش متعقع النجاح ده منه بصراحة لكن في الآخر واضح أن هو بيجتهد وبيشتغل علشان كده ربنا بيوفقه تمام كارترون كابتن كارترون أنا كنت ومعترض بشكل كبير جدا لعرجوه ناتزا مالك تاني بعد ما ساب ناتزا مالك ومشي ما كنتش حبه أنه يبقى متواجد بصراحة كنت حب أن إحنا يبقى فيه قرار صارم بعدم تدريبه تاني في مصر لكن ده قرار المسؤولين عن ناتزا مالك وهم أحرار فيه لكن أنا شايف ناجح لغاية دلوقتي يا كابتن أنا بصراحة ما بحسش أن ليه إضافة كبيرة أنا حسس أن الفتر فاتت إضافته كانت مفروض تبقى في طوط أفرخة طبعا اللي سنده أسامة بشكل كبير يعني كابتن إهاب جلان البوب ده ده المعلم دلوقتي كابتن إهاب نموذن مشرف للمدرب المصري المثقف المتعلم المحترم اللي هو بيقدر يغير لما بيشتغل في أجواء هدية الإضارة وعدها كانت إن لو وصل المربع الزابي طبعا وكان موضوع بعيد عن إسماعيل إنه ياخد مكافأة محترمة طبعا ده كان حينزل إحنا كنا عادينا كلنا حطين إيهنا على قلبنا للإسماعيل حينزل يا جماعة لكن المنقذ إهاب جلاله واللي قدر إنه هو بصراحة يرجع نادل إسماعيل تاني لوضعه الطبيعي سورة بعدها أفشة كابتن النجم هو دلوقتي نجم النادل أهلي وإخلاصه وتعبه واكتهاده واضح يعني ربنا موفقه بشكل كبير جدا لإنه واضح إنه هو مركز واحد مصاب قاعد في النادي ليه النهار بيتعالج علشان يرجع يلحق الماتشين برغم إن كان المفروض إنه ما يلحقهمش فده ربنا بيكافؤ على تعبه وعلى اجتهاده إنه الفترة الأخيرة موفق بشكل كبير أتمنى له التوفيق في الفترة اللي جاية إن شاء الله تمام سورة اللي بعدها بين شاركات لعيب كويس طبعا محدش يقدر ينكره إضافة كويسة جدا لناد زمالك كمدر بكورة وكواحد مهتم بكورة أتمنى ناد زمالك يجدد له ويبقى متواجد في المناعب المصدرية لإنه إضافة تمام سورة اللي بعد كده كابتل خطيب الأسطورة الأسطورة صاحب المنظومة النجحة حتى الآن طبعا المسندة اللي بيعملها اللعيب تلناد الأهلي بتشمل عليهم ضغوط كتير جدا 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 وأظن إن ليه يعني قدر كبير جدا من النجاح الفترة الأخيرة كابتل محمود الخطيب تمام سورة اللي بعدها صفة محمد كابتل أتمنى له التوفيق طبعا وأتمنى إن صابته تبقى بسيطة لكن هو محتاج تركيز أكتر من كده محتاج وزنه يقل عن كده محتاج إن هو ما يشغلش دماغه بأي حاجة غير إن هو يثبت إن هو فعلا لعيب عالمي سورة اللي بعدها محمد شناء وكابتل حدث مرمونا دي السد والقائط أنا شايفه إن هو بيكمل مسيرة القواد للناد الأهلي العظام اللي كانوا قابله وشايف إن هو ماشي على الخطة دي شوف اللقطة اللي بعد المباراة وهو بيخرج صحفيين بقول لهم لسه والمباراة ما خلصتش وشوف توجيهاته في الملعب وكلامه في الملعب قائد بمعنى الكلمة فعلا سورة اللي بعدها كابتن مش كابتن شاوي غريب مهمة صعبة الله يكون فعلا يا كابتن شاوي يعني الموضوع صعب جدا والموضوع لما تبقى مش عارف مين مسافر ومين مش مسافر لغاية دلوقتي ومين معاك ومين مش معاك طبعا الموضوع صعب لكن عندنا ثقة فيك إن انت إن شاء الله بإذن الله ترفع راسنا وإن انت جيب لنا مدالية كمان في المنبيات إن شاء الله إن شاء الله طيب ده آخر سورة كابتن محمد شريف نجيب نادر أهلي الحالي القناس الجديد اللي حسسنا وعوضنا رياب متعب ومحمد فاروق عشان ما بشوف سعب دي المعاشر اللي هو والله بيجمع عند شوات حاجات منك كده حاجات السريعة اللي هي القرار الأول اللي على الجول دي مش مش في كل الفراودة حبيب يا كده فأتمنى له التوفيق طبعا إن شاء الله وإن هو لعب كويس والأمور بالنسباله مع اللعب بقت فيه سلاسة كمان في التحرك وثقة وكمان راجل بيلعب برجليل اتنين وبدماغه دي حاجة لغاية دلوقتي أصلا لو سألت جمهين نادل آله وجمهين مصر هو شوى الولاي محدش هيعرف طب انت عارف كابتن؟ أنا نفس ما عارفش نورتني وشرفتني والله ونسعد بيك والكلام في الكرة معك ممتع أنا اللي ببقى سعيد طبعا بوجود معاك لأنك طبعا مزيد من التقلق والتوفيق دايما وإن شاء الله ربنا أفاقك ربنا أخيك ابتعني يمكن نهاردة كانت آخر مباريات اليورو في دور 16 وتأهل طبعا المجموعة التي تأهلت عايز أقول لكم بس المباريات القادمة بالنسبة لمباريات اليورو وبعد طبعا تأهل جميع الفرق إن شاء الله يوم الجمعة القادمة هتكون مباريات إيطاليا وبلجيكا هتكون الساعة 9 يوم السبت 3 يوليو هتكون مباريات التشيك والدنمارك وأيضا في مباريات أوكرانيا مباريات أوكرانيا وإنجلترا وهتكون في نفس اليوم يوم السبت أيضا دي مباريات الخاصة بين مباريات الربع النهائي وأيضا سويسرا وأسبانيا هتكون أيضا في نفس التوقيت وبالتالي هنستمتع بكل الفرق اللي احنا وصلت لهذه المرحلة من بطولة اليورو يعني دي طبعا المباريات الخاصة بهذه البطولة اللي بنستمتع زي ما بلوكو بيها بشكر كابتن هاني بشكر طبعا كابتن مصر لكرة سلكة حسين سمير وإحمد حاتم وعمر إشام اللي كانوا متواجدين معنا النهاردة باركناها لهم من خلال فوزهم بدوري السوبر لكرة السلة وطبعا بمبروك لجمهير نايد الزمائكة بكرة ان شاء الله حلقة جديدة من البريمو يكون مع اسلام صادق انتظرونا تسبوع على خير اشتركوا في القناة